خلونا نتكلم في ده ونحاول نطبع ده كمان على شكل أمريكاة ونحاول نحط إدينا كيف تفوق مارس الكولر في أول مواسمه مع الأهلي مع نجمينا النهاردة نجم الكبير والصديق العزيز أشرف ممضوح مساء الخير يا أشرف مساء الخير يا أحمد وحشتنا جداً حياة يعني في فترة وصفتكس يعني استعيد بوجوده دايماً معك نور الدنيا دايماً يا خليك وواحد تيجي نقرأ الموسم الأول بتاع مارس الكولر ونحط إدينا أعتقد أنها فترة كدك دايماً بنقول لما نيجي نقايم موسم أول لمارس الكولر ونحاول نقرأ الراجل ده تركبته طريق تفكيره المنظومة اللي حطاها مع النادي الأهلي ونجح فيه أنه يتفوق فيها أشرف إقراءها إزاي أنا شايف من المدربين الأوليالين جداً اللي تولوا الإدارة الفانية النادي الأهلي من العبقرة لأنه أنا شايف أنه تعامل في كل الملفات بشكل متزن جداً بشكل هادئ جداً ونجح في كل الملفات دي بمعنى أنه تعامل مع عقلية اللعب المصري بشكل رائع جداً نحن ما فيش عندنا الحمد لله ولا مشكلة مع أي لعب حتى الناس كانوا بتكلموا على أي من أشرف في النهاية مثلاً ولكن الحمد لله علاقة طيبة يعني العلاقة طيبة هي علاقة طناعات مش أكتر ولكن العلاقة طيبة ما بينه وبين أي من أشرف علاقة الميستر كولر مع الجهاز الفني بالكامل دعم غير طبيعي يعني أنا سامي قمصان صديق شخصي من الناس المقتنعة جداً جداً بفكره وطريقة تعامل ميستر كولر مع الجهاز الفني ومساحات للجهاز الفني في كل المباريات وبالتالي بيديهم مساحات كبيرة جداً في التعامل وفي التدريبات وفي الفكر وإبداء أراءهم طريقة تعامل ميستر كولر مع مجلس الإدارة طريقة تعامل ميستر كولر مع الجماهير النادي الأهلي وحب جماهير النادي للميستر كولر مش بس علشان الإنجازات الكبيرة اللي حقها مع نادي الأهلي الموسم ده ولكن أنا شايف الملفات دي مهمة جدا جدا ده الكاركتر اللي كنا دايما بنتكلم عنه أحمد إنه لازم يكون عندك مع الأداء الفني للمدير الفني لنادي الأهلي لازم يكون عنده شخصية معينة يقدر يتعامل بها مع كل الناس اللي موجودة سواء لعبين أو مجلس إدارة أو جهاز فني أو لعبين وبالتالي هو نجح في كل ده هل قصة قصة بطولات؟ يعني هل أنا قادر أقول أي مدير فني اللي ليه عنده حزب كأدارة بقى كجمهور يعني كله بيحاشل والجمهور يمكن حسابه أقصى وأعنى شوية من الإدار يعني الإدارة في النهاية غرف مغلقة هنقعد نقول الكلمتين هنحسب بعض ونتفق على اللي جاي إزاي سواء نكمل سواء ما نكملش لكن الجمهور ما بيرحق يعني بطولات؟ أنت عايز بطولة يعني هل القصة قصة بطولات؟ يعني هل يكفي أن أنا أقول الراجل ده دخل خمس بطولات خد خمس ألقاب الراجل ده عشرة على عشرة؟ ولا فيه بين السطور كده في التفاصيل؟ حاجات كتير جدا لازم ناخد بالنا منها وإحنا نتكلم على حد زي مارسل كولير حاجات كتير طبعا مش بس بطولات ولكن الأهم يعني أنت بتكلم على الأهم يعني تدريج أو تدرج الأهمية في أنت عايز إيه من المدير الفني ده؟ بالتأكيد لازم يكون عنده مشروع كامل ميستر كولير أعتقد أنه نجح في كل ده بشكل كبير لأنه أنا عندي النهاردة خمس أو ست لعبين من الشباب أو الأعمار الصغيرة دخلوا بشكل كبير جدا كان عندي كمية لعبين خرجوا بره مستواهم في الفترات المقبل تولي ميستر كولير وبتعدوا عن مستواهم بشكل كبير جدا نجح بشكل كبير ميستر كولير وجهاز الفني في عودتهم مرة تانية لمستواهم لدرجة أن في بعض اللعبين أنا وإنت وكل جمعيني النادي الأهلي كانوا مقتنعين أنهم خلاص خارج النادي الأهلي النهاردة بتقول لا هم في أول الصفوف ونجح بشكل كبير جدا في تطوير أداء لعبي النادي الأهلي بشكل فردي وبشكل جماعي فنجح بشكل كبير جدا المشروع ده وعلاقة ميستر كولير بكل الناس اللي بتكلمت عنهم سواء مجلس إدارة أو لعبين أو جماهير حتى الصحافة أعتقد أن ده أدوار مهمة لميستر كولير أو عقلية معينة لازم مجلس إدارة يتدور عنها زي ما أنت بتدور على نوعية اللعبين اللي بتتعاقد معيهم مش بس لعب يمتاز بإمكانيات فنية أو بدنية لا أنت كمان بتدور على عقلية معينة تقدر تتعامل وتنسجم داخل النادي الأهلي فهو ده السيستم أو ده طبيعة العلاقة اللي لازم تكون من مجلس إدارة أو الجازل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر